بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء في قناة زوزيتة الشعوية بهذا الموسكوتشور أحمده به الفيديو التعناه أحبت نشكر ألف المتابع التاعي اللي راهم يتبعوا فيها شكرا لكم بالعلى حسن ظنكم شكرا 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 جزيج شكرا لكم عائلتي الصغيرة بالوحدك إن شاء الله العقوبة تكبر العائلة التعناه ونرجعوا مليون ل المجاي إن شاء الله لقوبة المليون لماذا؟ ورا هي صاحبة المليون للي را هي ديما تقول لي را كيف المليونمليون إن شاء الله هي ربيع الله ما لحقوش للمليون كيما تشوفوا يا البنات حبيت نشكركم ونشكر جميع اللي راوا يتبع فيها ويدعم فيها من كل قلب ونشكركم بز PA يالله حبيبتي رحون شوفوا اليوم خرجتوا شريط ثوم يعني كما تعرفوا راهو موسم بتاع الثوم يعني وقت التاع الثوم باش تخدموا الثوم بتاعكم اذا كنت اول مرة تزوري قناتي ما عليك غير الاشتراك في القناة لكي يصلك الجديد والضغط على الجرس باش يصلك الجديد وضغط على الجام والبرتاج مع اصحاباتك باش يستفدوا كما تعرفوا يا البنات اليوم جبت لكم وصفة تعالثوم يعني من فرد وصفة يعني من الثوم تخرجوا ثلاث وصفات يعني يزوج انواع ته بودرة من القشور ومن الحب بتاع الثوم ونديروا الثوم يعني العادية اللي معروفة عندنا مزمان يعني كما يديروها بكري يهرسوها في المهراس يزيدوا لها شوية ملح يقطعوها شوية ويحطوها في المهراس ويزيدوا شوية ملح ويهرسوها ويخبيوها يعني وجدوها يعني ان كي يجيهم مظيف ولا حاجة يلقوا يعني الثوم بتاعهم واجدة هذ العادات وارثناها بزاف على اجدادنا كما راكم تشوفوا يا البنات هنا يا القشر تاع الثوم راح نخليه يعني ما نشرح نرميه كي وش نقولكم يا البنات هذ الثوم يعني القشور الريحة تاعهم كي خدمتها الريحة تاعهم اقوى من الريحة تاع الثوم اللي خدمتها يعني هي ريحتهم يعني الثوم كاملة الريحة تاع الثوم كلها رهي في القشور كما تشوفوا القشور هادو تعال الحبه يعني راهو منظاف كين اللي قشور تاحا الثوم واحده قشورها بيضه وكين هذي قشورها حمره شوفوا الحبه تاحا ما شاء الله الثوم هي البنات غير استغلوا واشريوا واخدموه هذا الوصفة يعني حيله ما تندموش إذا كنتي أول مرة تزوري قناتي معليك غير الاشتراك في القناة باش يوصلك ديمة جديد كما تعرفوا الثوم نخبيوه ديمة القشور هادوها البنات مانيش راح نرميهم راح نحيلهم القشور كامل انا كروح تشريت خيرت يعني خيرت الثوم بتاعي كانت كبيرة قلت له عطيلي الحبات بيعني باش ما نتعبش كما تعرفوا تقدرو تقشروها كامل تنحيو لها القشور هادو الفيديو درتوا لايف يعني ما كتبش باش نكملو كين عندي ظروفها كاوجتني لين ما كملتوش قلت خلي نديلهم فيديو خير باش يتفرجوه كما تشوفوا يا البنات هنا بعد ما نحيت لها القشورة القشور كامل هادو القشور ما احناش راح نرميوه يعني صدقوني والله العظيم يعني صدقوني عن تجربة يعني القشور الثوم تاع البودرة تاع القشور ريحتها اقوى من ريحة الثوم العادية شوفوا يا البنات بعد ما قشرتها راح نجيب البلاء التاعي ونفرشو في البلاء ونحطوه في الفور يعني يعني سخنت الفور من قبل سخنوا ملفوق وملتحت ونحطها ونراقبها باش ما تتحرق ليش كما تعرفوا كاين الثوم اللي قشرتها بيضة يعني تقدرو تعرفوها باللي راهي حمارة يعني كيت ترجع مارو تنحيوها كما هذي حمارة يعني كيت حمار شوية راح ترجع تبال لكم بالليبونية ولا تبال لكم باللي محاروقة بصحيي ما هيش محاروقة هنا راح نبدأ الوصفة تاعي اللولة اللي هي الثوم العادية اللي معتمدة لندنا كل جزيريين كامل يديروها هنا اول حاجة نحيط حبات الكبار اللي راح نستعملهم في الوصفة اخرى يعني قلت لكم ثلاث وصفات وصفة يعني بفي حاجة واحدة احمد لكم ثلاث وصفات ان شاء الله انكم تجربوها وما تنسوش الدعم للقناة كما تشوفوا يا البنات نحيط حبات الكبار يعني خيرتهم باش يساعدوني كنقصهم يعني الحبات الصغار تقدروا لأي حبات يعني صغار ولم تسطيم سحناح بتنطير الكبار باش يساعدوني في القص كما تشوفوا يا البنات هنا يجبت الثوم التاعي يعني كيت خدمت الثوم يا البنات ديروا ليجون باش ميتحرقوش يعني اذا كانت كمية كبيرة راح تستخدموا كمية كبيرة ولا ديروا كمية كبيرة ديروا ليجون باش ما يفزدو لكم شيدكم ديروا القفزات هنا يجبت الروبوت تاعي راح نرحيهم يعني نشعل ونطفي يعني باش تطلع لي هذي كثوم وتعود ترحيلي كانت ما هيش مرحية ترحيلي تلضي عليها وتحبسي تلضي عليها وتحبسي كما تشوفو هنا راني راني رحيتها نص يعني رحى يعني راهي خشينا وهنا يا وش راح ندير نضيف لها الملح لها ما اضفتش الملح للول مش میتلاقب لش المات تحا وهاني ما تبقاش مرحية هناك رحيتها نصف يعني نصف خشي كما راكم تشوفو رح نضيف لها lakimia تعليل ها والي اذا دفت ملعقة كبيرة ما هيش مهمٌ رايح complimentary يعني ملعقا على حسب الكميات تاعيك ليا راح تديريها اذا كنت رح تديري كمية كبيرة تعفي يعني علي حسب الكميات تاعيك نتع activities نضيف الملح و الدخول كيف نتخلق الملح عندما تجاوز ترحم ملح ن extern كما تشوفو نحركوا شوية الروبوت باش تهبط لنا يعني الثوم هذيك وتترحى ولا نحلوه ونخلطوه بالمغرف ونعودو نهبطوه ونخلطوه مليح باش تترحى لنا كامل كما تشوفو بعد ما تترحات لي راح نتحصلو على القاوام هذا راح نجيبو العلب هذو يا البنات راهم يتباعو في جميع المحلات محلات لوزم الحلويات راهم يتباعو يديرو الثالاف تقدري تخبي فيها ولا تخبي في البورتمونجي اللي عندك اللي تحبي تستخدمها يعني هذي شفافة يعني مليحة يعني رخيصة خير ما تشري بورتمونجي راحي غالية ورا هي يعني تقدر تهزلك ما تهزلكش بزاف مساحة في الثلاشة ويعني يعطي منظر تحمله كما تحبي تقدري تضيفه حتى في قرعة ولا كما حبي ديدي كما راكم تشوفوا راح نحطها كامل انا هذي هي الكميات نقسمتها لثلاث اخي قلت لكم عفوا قسمتها لازوج راح ندير الوصفة هذي ووصفة اخرى تعثون بودرة راح نكملوا الكميات تعنا كامل انا هذا وش شريت يعني برب ان شاء الله هذا ستخرجت راح نزيد نشري ونخدم كما تشوفوا يعني ديروا على حسب الكميات تعكم اللي بورتمونجي هادو راهم طفرين يعني كاينين في اللواز من الحلوية تلقاوهم راهم رخاص يعني تقدري يعني مازولكش بزاف مساحة في الثلاجة تعيك وتخبي الثوم تعيك يعني الوقت اللي تحتاجها تلقيها هانا بعد ما نرحيناها يا لبنات وحطيناها في الباطات تعنا راح نضيف لها كمية عزيت من الفوق بش ما تفزلناش وعني ولا بش ما تكحلناش يعني حنا راح نخبيوها في الكونجيلاتور يعني ما هي سرح تفزد يعني هذيك الزيت باش تبقى لنا يعني ثوم بتاعنا ببيضة وما هي سرح تفزد كما تشوفوا يا لبنات ضفت زيت عادي عادي تاع الميضة راح نغلقو عليها ونحطوها في الثلاجة في الكونجيلاتور يعني وقت ما نحب نجبت راني نلقاها واجدة هذي هي الوصفة تعنا اللولا اللي قلت لكم عليها بالنسبة لقشور شوفوا يا لبنات بعد ما تحمصوا لي حتى اللي حبات هذو كاين اللي تحمصوا كاين اللي ما تحمصوش لاني ما حركتوش حاولوا انكم تراقبوهم باش ما يتحرقوا لكم وقشورها حمر يعني كتحطوهم في الفلفور اكيد راح تشوفوهم باللي تحرقوهم وما هم مش محرقين يعني اللون تحمر جاء غامق يعني من الحمر وزاد تحمص راح يرجع غامق كيكونوا قشور بويض يعني راكم تقدروا تفهموهم يعني كيرجعوا شوية يصفاروا شوية راح تنحيوهم وترحيوهم هني جبت رحيها هذي هي راح تساعدكم وتقدر ترحي لكم ضفت الكمية اللولة هي كما تشوفو راح تشوفوا باللي كمية كبيرة بس راح تعطيكم محر كمية قليلة فقط ما هيش راح تخرج لكم بزاف مصاح بيت نجرب لكم الوصفة يعني والله يصدقوني الريحة تحى اقوى من الريحة تاع الثوم يعني الريحة كاملة رحينا هنا بعد ما ترحات لي يعني اللي ضفتها اللولة راح نضيف الكمية الثانية كمية اللولة لي رحيتها خلط شوية رحية تاعي باش يهبط لي هذا كوي ترحى كامل يعني كما تشوفو رايبان مطرعة كمهوش حاب يهبط حاولت اني نهبطو ولا نحرك شوية رحية تاعي باش يهبط لي وترحى يعني والله يالبنات تصدقوني الوصفة هذي هايلا يعني تقدروا تضيفوها هذي اضيفو كمية قليلة منها والله يعني خير ما تديرو حبات تعثو ريحتها قاوية ما شاء الله شوفو هنا يا بعد ما ترحات لي راح نجيب الغربة ونصفيها يعني والله صفايا اللي عندكم تقدروا تغربلوها انا غربلتها في الغربة لهذا شوية خشين ومبعد عودت درتو في الصفايا كما تشوفو يا البنات هذي هذي ثم تاعنا تاع القشور يعني تعطينا واحد الريحة هيلة ما شاء الله نتمنى انكم تجربوها اذا كنت اول مرة تصوري قناتي ما عليك غير الاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش يوصلك الجديد والبرتاج مع صحابتك باش يستفدوا حتى هما هنا يا بعد ما كملت الوصفة لتاع القشور ورحيتهم وغربلتهم حيث الكمية تاع القشور هذو كامل يعني القشور هذو كامل يعني القشور هذو كامل يعني كترحي وما رحياتكم كمية قليلة بالصح ذو قتحها ولا اروع رائحتها يعني وش نقول لكم لي عندها لا تنسي وتهبط غير ما ننصحكش يعني رحتها رهي قاوية اخر كما تشوفو يا البنات هنا يا الكمية اللي يقول لكم عليها الحبات اللي نحيتهم من قبل ما نرحي ثم تاعي اللولا جبتهم قطعتهم شرائح لازم يكون الموز تاعكم ماضي بالسعف يعني حاد باش يجيكم شرائح يعني نحتاجوا ثم تاعنا تكون شرائح رقيقة جدا يعني باش كين حمصوها ركنية لكم طريقة كيفا هنديرها ونتحصلوا على الثوم يعني من اليوم ما تديش تشري الثوم تاع برا تخدميها في طارك يعني بيدك يعني بدون اضافات وبدون حتى حاجات طبيعية مية بالمية كما تشوفو انتمنى انه تعجبكم الوصفة وما تنسوش الدعم للقناة كما تشوفو حبيباتي هنا راني نقطع في الثوم تاعي كما تعرفوا فوائد الثوم راهي عظيمة يحسن صحة العظام يخفض نسبة الكوليستيرول في الدم يعني عندو فوائد فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى كما تشوفو هنا يا البنات رح نقطعوا في الثوم بتاعنا شرائح يعني حاولوا انكم تقطعهم شرائح رقيقة جدا لانو رح نحمصوهم في السميد كيف رح نحمصوهم وما تقولوش يعني سميد هذك رح يلصق فيها ولا تبعوا المرحلة مرحلة بمرحلة رح تنجحوا فيها ان شاء الله وتدعيو لي يعني نحتاجوهم رقيقة كما الشيبس اذا كانت عندك يعني الاشوار تاعك ولا حاجة هكذا لاربتك عندها كيف ترحيها رقيقة تقدري ترحيها رقيقة يعني مش ترحيها تقطعها هكذا وائر رقاق كما تشوفو يا البنات ولا هذيك لارب نخدمو بها الشيبس ولا البعطاطا فريت كما تشوفو يا البنات هنا رح نقطعهم كامل كملوا نقطعوا الكميات تاعنا ونرجع نكمل معاكم الوصفة نهاية بعد ما كملت قطعت الثوم تعي كامل كما تشوفو شوفو راه يرقيقة يا البنات رقيقة رقيقة اخر حاولوا انكم اذا قدرتوا ترقوها احت اكثر منكة باش ماجيكو مش صعيبة كتحمصوها مع سميت هنا عندنا سميت هادي يكون متوسط يعني متوسط نحطو كمية ونحطو الكمية هذي كتاة الثوم تابعوا مليح يا البنات الوصفة اذا كنت اول مرة تزوري قناتي معالي كثير الاشتراك في القناة واضغط على الجارس باش يوصلك جديد شوفو يا البنات راح نحطها في السميد هذا ونبقى نجيب مغرف نحركها كما راكم تشوفو باش سميد هذا ككامل راح يدخل يعني ما تعرفو الثوم يطلق شوية الماء راح يغطلنا الحبه تعثوم كامل ما يخليهاش يعني تطلق الماء هاذاك وما يخليهاش يعني اتي بس بزاف يعني تخرج للمتاحة كامل ويخليهاش تتحرك كما تشوفو هنا يا البنات راح نحركها كامل يعني نحاول اني سميد هذا ككامل راح يدخل بين طبقات هذوك راح يعني الحبه هذيك تعثوم تاعي راح تتغلف كامل بسميد اول حاجة نشعلو النار دعناه نار هادئة لازم تكون نار هادئة جدا يعني تبقى تم تحركيا فيها يعني هادي هي المرحلة اللي راح تديريها ما تتحركي ما تروحي حتى البرصة ما اتقول يجاني التليفون اذا تحبت misses تاك راح تنجحلك ااا تبقي الوصفة يعني ابقاي لحظاها تحركي كل تقيقة يعني تبقي تحركي 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 اول حاجة باش مايتحارك للكش اسميد تاك وما تتحارك لكش ته consumes تاعك يعني وانتنجح لك في الوصفة لازم تتبقي الخطوات هاذو باش تنجحك في الوصفة تاك وتاحصلي على ثوم بودرة ا حسن من اللي راكي تشاريها من بره كما تشوفو يا البنات هنيا راني نحرك فيها خليتها يعني على نار هادي اه لازم تكون نار قليل اخلاص نار هادي اه باش يعني الثوم بتاعكم والسميت بتاعكم يطيب براحتو يعني ما هوش راح يتحرق ولا حاجة كما هكي كما تشوفو يا البنات هنيا نبقى نحرك 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 هنيا تبقى غير تحركي وتخليها مدق للاحكا دقيقة وتعاودي تحرك راح نخليكم اه يعني تشاهدوا حتى يبدأ يتبدل اللون وتشوفو مع بعض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد تغير اللون يعني مديرها الفلاش يعني الوصفة غيرها ندرتها في الليل يعني شوفوا الحبات تصفار والسميت التعناره يبدأ يتبدل اللون كما راكم تشوفوا شوفوا هنا قسمت لكم حبه راهي ما زالت طرية يعني كيتهزي الحبات يعني تحركيها ولا تحبي تكسرها معيش راح تتكسر وتبقى مقرمشة يعني راح ترجع لكم كيما الشيبس هنا تبقى وتحركوا يا البنات كي تشوفوا اسميت تاعكم ثاني بدا يصفار تبقى وتحركوا باش يتحصلوا على اللون نفس اللون يعني اللون الذهبي كيما تشوفوا هنا نحرك كيما واخذيكم الصوت بعد تحسي ان الصوت ترجع كيما الشيبس شوفوا يا البنات نبقى ونحركوا في حتى يتحصل على اللون هذا شوفوا يا البنات حتى نشوفوا بلي الحبات تاعكم اجوان بكامل راهي صفارت يعني حتى يديو كامل نفس التحميره والسمية تاعكم يبقى لكم نفس يعني نفس اللون اللي ذاته والثوم نفس اللون اللي ذته يعني السميت تاعكم ماهوش راح يتحرك ولي تبدى اللون تاعه راح يرجع اسفر ماهوش حتى راح يكحال لانه النار راي قليل والتحريك راهو دائم يعني ما نحبسوش خلاص يا البنات التحريك نبقى ونحركوا حتى نتحصلوا على هذا اللون يعني باش تجيكم البودرة تاعكم يعني الثوم تاع بودرة تاعكم ناجحة مئة بالمئة تستغليها يعني بدون شمس بدون حتى حاجة يعني غير في المقلو شوية سميد انت تحصلتي على ثومتاك هنا شوفو يا البنات بعد ما تحمص طلي راح نحيها من النار نخليها تبرد تماما ونبعد نجيب صفايا ونصفيها كما اقول لكم يا البنات هنا بدون ما راح نستعملوا لشمس ما نخليوا على الشمس ما نتعبوا ما وعلوا غير في الضعر يعني شوية سميد شوية تركيز يعني برك باش تبقى وتقلبوا فيها وتحركوها باش ما تفزد الكومش هنا جبت البلاط تاعي وجبت يعني صفايا راح راح نصفيها يعني سميد هذا كاملة راح يتنحه ما هوش راح يبقى فيها كما تشوفو يا البنات هنا راح نحطها في الصفايا بتاعي ونصفيها مليح احنا خليكم صوت تحت سمعوا يعني جات كيما شبس والله جات ياتفا يعني كيما راح تشوفو صوتها جات مقرمشة كيما راح تشوفو يعني ذلك يتخلبها تبرد وترحيوها راح تحصلوا على الضعر ما شاء الله يعني احسن اللي يشيروها من بره في الضار يعني تقدري تديري يعني كيما تشوفو يعني راح نتحصلوا على واحد الثوم ما شاء الله يعني احسن اللي يشيروها من بره في الدار نحط يعني تقدري تديري يعني انا مفرد وصفة يعني خرجت ثلاث وصفات قشور ما رميتهم يش يعني اا 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 اقتصادية وصفة ا اعتصادية ثوم ما ترميهم عفوا القشور ما ترميهم مش تقدري تحمصها و ترحيوهم و الحباتاتى الثوم ديري منهم زوج وصفات واحدة مرحية ثوم مرحية عادي نضيفوها شوية ملح والثانية هاذا الثوم هي البنات يعني من اليوم نعدكم انكم ما زى دوش تشروها من بره سوف تستخدمها غير تشريو الثوم مع اليمات هذا رخيصة ستالاف سبعالاف حتى لاشترالاف للكيلو تقدروا تشريوها وتتخدموا بها وجه حبيته والكمية اللي تحبوها مع انو العيدره الجاير ربي نوجدو نحتاجو هذا الزي بيس يعني نحتاجوهم خزطاني ما يكونش عندهم ساعة نطيحو في ظرف يعني ما لقوش الثوم ولا تكون غالية ولا كما تعرفو كما صررنا في البصل كما تشوفو يا البنات هنا يا بعد ما رحتها شوفو جا القوام بتاحها بودرا يعني ما شاء الله نتمنى انكم تجربوا هذا الوصفة وتدعيوا لي ما تنسوش اذا كنتوا اول مرة تشوفوا قناتي الاشتراك في القناة وضغط على الجرس باش يوصلكم جديد ما تنسوش تبارتايشي مع صحابتكم حتى هما باش يستفدوا كما تشوفو يا البنات شوفو جاتني بودرا يعني ما شاء الله ثوم هذه نتمنى انكم تستخدموها وديروها وتدعو لي بالخير حاجة واحدة ابركية يا البنات كي تحمصوها لازم تبقى ومحذها وتبقى وتحركو فيها يعني مش يتبعدي عليها وبعد تقولي تحاركتلي وما صلحت ليش شوفو يا البنات البودرا هذيك يعني تعلق شور تثوم تعلق شور شو كفاجتني ما شاء الله ريحتها والله اقوى من الثوم الحقيقية يعني صدقوني يا ريحتها ما شاء الله كما تشوفو هذه هي الثومتانا هذه هي وصفتنا وتدبيرتنا اليهار اليوم ان شاء الله تكون نالت اعجابكم تجربوها وتدعيو لي ما تنسوش وش دعم للقناة هذه هي الثومتاني حتيتها في البوات هذيك وهذي ثاني رح نحطهم حتيهما في البوات ولا في تعليزي بيس ونخبيهم ان شاء الله للعيد هذو هما وصفت تعنا ولا تدبيرتنا لنهار اليوم ان شاء الله يكونون هلو اعجابكم اتمنى انكم تجربوها وتدعيو لي ان شاء الله وتخلو لي رايكم في التعليقات هذو هما وصفت تعناني نهار اليوم تدبيرت عثوم اليوم ما تديش تشريها منبرة تخدميها غير في الدار تحياتي لكم وشكرا لكم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر